لكن خليني أخد رأيي لعيب كرة بقى في يوم الأيام كان متواجد ونجم كبير وفي نادي كبير زي الزمالك لأن إحنا دي بنبقى متواجدين جوه الملعب وبالتالي هنا الناس ممكن حاجات يعرفيك يا جماعة أنت ممكن تتكلموا بس لكن جوه الملعب هو دي اللوب والسر لو في حاجة زي كده أكيد لعيب الكرة بيحسات كابتن عفت خليني أخد رأيك في النقطة دي بالذات لأن الناس بتقول كده يعني كلامه خلاص يعني بتاخد رأيي مثلا نجم بيتكلم عن حاجة معينة وتبتدي تحولها لنقطة مختلفة تماما عن سياق الأمور أو نيته وهو شخصيا في الكلام بس فاروق هي ترسبت على مدار السنين كتير قوي الواحد سمع فيها كلام كتير جدا أنا نفسي صدقت الكلام ده مع أنه أعرف أن الكلام ده ما يحصلش إلا اللي هم تكلموا فيه يعني لما يطلع حاكم مثلا يقول آه أنا كنت بأقصد أن أنا ما ديش لبعض لعيب أنذرات عشان يلعبوا المبرارة لبعد كده أو أن أنا كنت بتجاهل أن اللعيب ده بيدخل بشكل جامد جدا علشان عنده مباراة نهائي الفترة اللي جاية في بعض الحكام تلعوا قال الكلام ده وبعض المدربين قالوا أن هم كانوا بيوصوا بعض الحكام بالكلام ده فدايما الحكام هي الفاصل في الموضوع إنما أنا مش شايف أن فيه فرقة ممكن تسيب لفرقة أو مدير فني يسيب الحاجات الشخصية دي المفروض شخصية بتاعتك أنت إنما ما تبقاش على الملأ يعني ما ينفعش يطلع مثلا عبد يجليل يقول أنا هقول للعيبة هو بيطلع بره يعني بره المكان بتاعه بره شغله كابتن هو رجل منتمد يعني أيوان إنما ما ينفعش ماتك فريق وبيتكلم في لقاء تلفزيوني أنا أتمنى الآلي لكن وقت شغله بالظبط كده لا ما ينفعش حتى في السوشيال ميديا يطلعوا لي الكلام ده لأن أنت مش لوحدك أنت بتتكلم عن نادي كبير اسم مصر المقاصة بتتكلم عن نادي كبير اسم المقاوين العرب بتتكلم عن مجموعة لعيبة عن إدارات عن ناس كتير جدا أنت بيتمثلهم في الوقت ده ففي بعض الأوقات ينفع كلام وبعض الوقت طب أنا أقول لك حاجة مثل بنادي الزمالك ونادي الزمالك السنية دي كان في دور الأبطال ولو لا التعامل ما بين الترجي والمرودية كان نادي الزمالك كان وصل مش ده بيحصل لهم أنا أقول لك في حاجات بتحصل إنما أنا أنا بتكلم على المدرين الفنيين اللي كلموا في الكلام دوت لأن أنا مش بحب الكلام ده يكون موجود يعني أنا أصلا عارف عندك في الكرة المصرية عندك سلبيات كتير جدا مش ناصل سلبيات تاني يعني عارف أنت بتعاني في مصر أن أنت لما بتجي تفرج على اليورو أو كوبا أمريكا بتقول إمتى اللعبة دي هتيجي عندنا يعني إمتى الإمكانيات دي يعني تخيل مثلا الناس اللي موجودين في التلفزيون بقى لهم مئة سنة موجودين في التلفزيون والنقل التلفزيوني عندنا المخرجين اللي بقى لهم و أنا كنت لسه ناشئ هم اللي لسه موجودين لغاية ما بيتطوروش يعني إنت بتشوف الإمارات والسعودية والنقل التلفزيوني والكلام ده بتنبهر إحنا ما عندناش الكلام ده بس أنا أقول حكرة عشان نتفق على الشيء بس فضل إحنا القان ما ينقص مخرجينا هو الإمكانيات إديهم إمكانيات أنا بكلمك بقى مantech أيوان ايوان الشرك الرعية احنا بنفس كل اللي بتطلب مننا بس إمكانياتي الناس دي جدا يعني الناس دي مطوروش مع اللي اطورو زي اللي كان بيقعد يحسب بلاورا والقلم واللي بيشتغل على الكمبيوتر اللي بيقعد يحسب على الورا والقلم كده زي الناس اللي موجودة في التحاد الكورة مثلا بقى لهم 30や 40 سنة دولة ما بيعرفوش تعلعه الكمبيوتر هو ما يعرفش غير ان هو يطلع بالاسم والرقم وبتاعه وكلام ده انما يحط يده على جهازه ويطلعه وكلام ده ما بيعرفش ده مش عيف فيه ده عيف في الزمن او الوقت اللي خلاه موجود كان المفروض ان انت بتتطور مع الدنيا انما احنا بنتطورش حتى ارضيات ملعبنا حتى يعني العالم كله بيعمله ملعب جديدة ويبقى فيها صفيات مطر واو احنا ما عندناش الكلام ده الكلام ده على فكرة من سنة 78 احنا عندنا استدم بس في مصر اللي فيهم تقريبا صفيات عشان تقدر تلعب عليهم استاد بورجي العرف وماتش الزمالك والاهلي كان بالعبو بركة ما فيهوش صفيات كان بالعبو بركة التخيل ويسه معمول من كم سنة فاللي بتكلم عليه ان انت عندك مهازل في كرة القدم مش عايزة اجمع الرادة كلها عشان فيه بعض الاتحادات اللي لها كل التقدير والاحترام زي مثلا اتحاد اليد الناس اللي عملت انجازات انما كرة نفسها عايزة تتعرف انسي في حمامك القديم زي ما بيقوله بكل اللي فيه علشان تعمل كرة ما كل اللي فيه انت موجودين يا كابتن احنا كمال مفيش مشاكل حتى بص يا فاروق حتى لو احنا مش هنبقى موجودين بس تحس ان انت عملت حاجة لمصر نفسها